عقد مجلس المستشارين اليوم جهسته العمومية الأسبوعية المخصصة للأسلة الشفوية تناولت عدداً من القضاء التي استطرت باهتمام الرأي العام وأهمت قطاعات حكومية عدة وتطرقت أسلة المستشارين على الخصوص إلى مآل إصلاح المنظومة التعليمية ومخاطر بث بعض الإذاحات الوصفات العلاجية بالعشاب ودعم الجمعيات وعضية المهاجرين كما تناولت الاسلة مواضيع أخرى من قبيل برنامج المساكن المخصصة للطبقة المتوسطة ومآل التزامات المعلنة بخصوص تنمية البحث العلمي والبرنامج الوطني للطرق القروية وإجراءات دعم المرأة ووضحية الموظفين الهاملين في المناطق النائية